زي ما قلت لكم بالحقيقة فوز كود ديفور بالطبعا يعني أنا لا يعنيني كود ديفور ولا يعنيني ناجيريا ولا تتكلمي بالحسابات يعني أنا كنت يهمني أنه يعني ناجيريا تتعطل شوية عشان ما تخشش فوق نفسها من حيث عدد الألقاب والبطولات مع مصر والكاميرون وغانا وقد كان لكن في النهاية اللي يهمني في الموضوع أو يعني اللي يخصينا إحنا كمصرييني أنه لسه قصة دايرة على فيتوريا وحسام حسن وجودة قصة بص العصفور لكن اللي يهمني في الموضوع أنه قصة أبدا عورها وكاد قصة مدرب يعني 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 فوز كود ديفور بالبطولة بيقولك أنه المدير الفني اللي أنت بيجيبه ولقادة المنتخب ده ده كريزة اللي بتتحط فوق التورطاية على وش التورطاية من فوق لكن مهمة أساساً يبقى فيه تورطاية يعني يعني المرأس فائدة ما عندوش من الخبرات ولا من السيفي اللي يقولك أنه هو في نص البطولة يعني ما خدش فترة إعداد ما اخترش السكواد اللي هيخوش يراهن عليه ما لعبش المطشاط ودية جرب فيها الطريقة والتاكتك ما كانش عنده وقت أساساً يحفظ اللعيبة طريقته وفكره كلام ده كله اللي احنا بنسمعه كل وقت قبل أي بطولة كان مدير بقى فني أجنبي كان مدير فني مصري ده اللي احنا بنسمعه طول عمرنا فبالتالي لما بنيجي نحاسب بنقول آه هو الراجل خد فرصة إزاي خد إمكانيات إيه كان عنده مطلق الوحرية في اختيار العناصر ولا لأ مين الجهاز الفني ده ما فيش من الكلام ده بربع جنيه الراجل دخل بعد ثلاث نقاط كفريق من أحسن أربع توالد بعد انتقادات عنيفة جداً وهجوم كبير جداً على الجهاز الفني المديل الفني الأجنبي والمدرب المساعد فقالوا لهم شكراً جزيلاً مع السلامة على بيتكم خش يا عم ممسك المنتخب وكمل إنت البطولة فراجل فاس بالبطولة في الآخر يعني هل ده معناه أنه هو مدرب كويس أو مش كويس مش دي قصتي لكن القصة في النهاية بتقول أنه المديل الفني ما بيدفعش الفطورة أو ما بيشلش ما بيحسبش على الفطورة لوحده مديل الفني لو عنده القاعدة نفسها كويسة لو التورطية زي ما قلت من شوية كويسة عنده لعيبة على أعلى مستوى زي ما كمون ده من شوف كنت دي فور على فكرة النسخة اللي فازت بالبطولة دي مش الأقوى في النسخة دي لو حطتها من حس المستوى أو التصنيف حتى بتاع التحاد الأفريقي هتلاقي أنه المغرب والجزائر ومصر والكاميرون ونيجيريا كل دول كتصنيف أعلى منها بكتير لكن الرجل دخل في ظروف صعبة وقدر يحقق لكل السحل العكت بتتمنى هو فوز باللقب والتتويق ففكرة فيتوريا فيتوريا يعني فيتوريا بصراحة لا يولام محدش زي ما بنقول عندنا في مصر كده محدش يلاقي الدلع وما بيدلعش نحن لغاية النهاردة منعرفش مين اللي اتفق واتفق عليه أساس ومين اللي حدد الأرقام ومين اللي حط الشرط الجزائي ومين بيحاسب مين ومين بيقول لي مين أنت بتدفع إزاي وبتدفع منين وبتدفع كام وهل في حد أساسا يملك حق المحاسبة يعني هل في حد ممكن يحاسب المسؤولين حتى سيبك من اللي فات أنا بأتكلم عن اللي جاي وادت كابتن حسام وأتمنى أنه يكمل وياخد فرصة أتمنى عنده بالمناسبة تم الاتفاق مع اتحاد الكورة مع كابتن إبراهيم حسن وكابتن حسام يبقى في معسكر في شهر مارس اللي جاي عشان المنتخب يشارك في البطولة دبي الودية وهي فرصة ندي على أقل نوفى الروهات والدولارات يعني على أقل لما تعمل مقارنة بين راتب روي فيتوريا وكل المدربين أو موديل الفنيين اللي كانوا شغالين في بطولة أفريقيا بما فيهم المنتخبات الكبيرة مفيش حد كان بيتقادر رقم ده ومفيش شرط جزائي من النوع ده يعني إيه تاخد كامل عقدك كشرط جزائي اللي قررنا فسخ التعاقب مين اللي وافع على الكلام ده؟ مين أصلاً وافع على الكلام ده؟ على كل أحب